يوم تحريجي في بلدة الدمية الشوفية نظمته جمعية التحريج في لبنان وجمعية الثروة الحرجية والتنمية بالتعاون مع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بهدف تشجيع العمل لحماية البيئة في لبنان وأطلاق المحميات الطبيعية ومنها حديقة المسنين في الشوف هذا اليوم التحريجي تقدمته عاقلة رئيس الحكومة ميمي قاطي وعدد من عاقلات الوزراء في الحكومة الحالية إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوريتي شاي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي في بلدية دميت وجرى شرح من أعضاء الجمعية حول أهمية النبات والأشجار التي تشكل مورد رزق لسكان القرى الزائرات اطلعنا على عمل الجمعيتين في المناطق اللبنانية كافة مع شرح عن أهمية الغابات للبيئة والتنوع البيولوجي والتصدي للتغير المناخي والارتباط الوثيق بين معيشة المجتمعات الريفية والغابات وزير البيئة أعلن أن الوزارة تحضر بالتعاون مع الجمعية المحلية والشركاء في الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات لإطلاق عملية تطوير الاستراتيجية والحملة الوطنية للحد من الحرائق بدءا من أول الشهر المقبل ضروري نرجع نوقف حد الناس هون ونزرع ونفرجي أنه عبر زراعة السنوبر والأرز وعم نزرع الأمل أنه نرجع لبنان ويتعافى لبنان بس كمان عم نشتغل على حماية والوقاية من حرائق الغابات رح نطلق بعد كم أسبوع الخطة الوطنية الوقاية من حرائق الغابات جددناها بعد 13 سنة ما تجددت عم نشتغل على توقيف القطع الجائر مع وزارة الزراعة مع المؤسسات عم نحاول نعمم فكرة الحطب الصناعي الكتلة الحيوية الموجودة بالأرض اللي بتبس نرجع نحولها لحطب صناعي بمحمية أرز الشوف عم نشتغلوا على حطب صناعي بسموه الوقض البيئي عم نحاول نعممها بكل مناطق لبنانية وعم نشتغل مشروع مع الـ UNDP ومع شركاء آخرين على وقف التدهور البيئي الموجود عنا تقريباً 900 أو ألف كسارة ومقلع أكثرية غير شرعيين عم نعمل برنامج لإعادة تأهيل عدد من هذه وبشكل تدريجي نقدر نوقف هذا التدهور الطبيعي وهذا التدهور البيئي السيدة ميقاتي بدورها شكلت الجمعياتين والبلدية على استضافتهم واهتمامهم بغابات لبنان وبثروتها الحرجية القيمة وحضتهم على المضي بالتعاون للحفاظ على الثروات الطبيعية وزيادة الوعي عند اللبنانيين على أهمية الغابات تخلل الجولة زيارة لمركز الأحراج التابع لجمعية الثروة الحرجية والتنمية في دميت ومركز الحرائق المجهز بالمعدات للتصدي لحرائق الغابات وتم زرع أرزة سميات شجرة الأمل في حديقة دميت بالإضافة إلى عدد من شجر الصنوبر المثمر على موقع كان قد تعرض للحديق في العام 2009 حيث تعمل البلدية مع الجمعية على إعادة تأهيله تدريجياً